مساء النور، مساء اليسمين، مساء الفل إن شاء الله فيديو هذه تلقاكم كم لأخوة تتم هنين بحاجتنا اليوم لمحبي المحاجيات طبعا فيها عبرة وفيها حكمة إن شاء الله نكونوا كاملة من الفاهمين قصتنا تحكي على واحد التاجر في قديم الزمان هذا التاجر كان ناجح وكان على بلوب لك إنسان ناجح وكان ينزوخ يعني كيقعد مع أصحابه يبدأ يقولهم أنا الحاجة اللي نحط فيها يدي في التجارة تنجح لي كانوا يقولوا له بركة ما تحضر هذه الكلامة رايي التجارة ربح وخسارة قادر تربح قادر تخسر يقولهم أنا نو أنا والحمد لله أنا ما نخسرش إبا واحد النهار قالوا له إبا نديروا معا كامباغي يعني تحدي تخاطروا معا سيفو فولي قالوا له باللي نعطوك يعني واحد السلعة لو كانت بحا يسمى يعني وتربحي كلي داروا أمباغي تخاطروا معاه قالهم تقبلت التحدي ديالكم آه نتخاطروا ما كاش مشكل وعطوني وجح بيتو وننجح بإدن الله كلي شوية تغزلوا منو يعني كانت النبرة تعصوت ويعني ثقة زايدة فيهم ديرانجاتهم إبا كسكيزون بخوبوزي وش تفاهموا؟ قالوا له نعطوه لك تمر تروح تبيعه في العراق هو كان سوري وهذاك العراق يسمى بلد تمر تمر عندهم على راسو كما يقولون الناس زمان خالوبون شنش؟ قالوا له تحتبيع تمر في العراق واعطوه له سلعة يعجبكم الحال من تمك يعني سلعة تعالعراق يروح يبيحق قالهم إيه يا باط بخوبلا ندي ونبيع تمر هادك حارو فيه يعني حارو يعني في الثقة الزايدة في النفس دياله إفكتيف ما هكا كان الحال وراح سافر لهذه البلاد البعيدة ودى السلعة تعتمر تاها العراق بالدات وراح كان وقت المولوك وقت الصلاطين هادك الوقت يقول لك ملاتيكي راح لقاه يسمع ناس شاف جماعات جماعات تعالي الجان يعني ان دور دولافيل كانوا يمشوا ويخزروا ويحوسوا وسمع باللي كراهم لك يعني الملك تعالعراق هادك الوقت انو قال بلك بنتي يعني تبحرت لها السنسلة التاحها ولي يلقاها يعني نغنيه ونزيد نمدلو بنتي اعلو غليجان تاح هادك المنطقة قا خرجوا يحوسوا في كل بلاسة وبك سمحهم يقولوا بلك يعني واحد للجماعة كبيرة بلك رانا خرجنا بش نحوسوا على السنسلة ونسينا ما جبناش معانا يعني الزاد دينا لعوين كي ما يقولوا ملاتيك هدر معاهم وقال لهم مكاش مشكلة أنا عندي تمر ولا تحبون بيحوركم بش تتقوتوا به فرحوا قالو غلي لتماك كاملة شروع عليها هدك تمر وبسوا ملح بها هو قالو غليس ما كاش نقولوا حنا يا انجح وكان يعني تحدي دياله كان في المستوى ملاتيك هدك للملك تحديك لعراق هدك الوقت تسمع بالحكاية تاوه بلك جاوح التاجر المعلاه برا يعني من برا وبعت تمر في بلاده قالو غليس هو تمر يعني هو هما بلاد التمر ما لقل هم جيبوا لي هدك التاجر نشوفه هكا كان الحال جبوا التاجر استضافوا وكرموا آخر كرم وقال له حكي لي حكايتك كيفاش قدرت انتايا تبيع تمر في بلادي لي في هدك تمر يعني متوفر بكثرة قالوا أنا يا يعني كان يعني صحابي داروا لي أنباغي وقالوا لي لو كانت تبيع يعني تمر في هدك البلاد نستعرفوا بك اسمات خاطرنا قالوا وش الحاجة لي خلاتك تثيق أنك رح تنجح قالوا كنت على بالي بلي رح ننجح قالوا دوك نقول لك علش رح ننجح وكنت متأكد بلي رح ننجح ومازلني نزيد ننجح قالوا أنا إنسان مات الوالد ديالي اللي هو الأب ديالي وخلاني صغير وخلالي أمي مقعدة وكنت أنا لنقيم بيها من اللي كان عمري خمس سنين كنت أنا لنطعميها وخرجت نخدم بكري وخدمت عليها وداويتها وقمت بيها كي كبرت أمي وكاتحات موت رفدت يدها لسما ودعات لي قالت له رح يا وليدي تنجح إن شاء الله دنيا وآخرة ودي من رابح إن شاء الله قالوا إن شاء الله قالوا تناسب قالت له يعني دعات له تناسب دار المولوك وقالت له الترب كي تمسوا وحط يده هكا في الترب قالت له دعات بلي كي يولي في يدك يذهب وشد حفنة تعترب هكا في يده بش يحلها لهذاك السلطان ويقول له يعني كيفاش دعات له يماه بلي كي يرفد ترابي ولي يذهب يبحس حاجة في يده سيتي السنسلة تعبنته وحلي يده هكا كنخلال السلطان قالوا سبحان الله دعوت أمك رهي مستجابة هاي لك السنسلة تعبنتي فرح السلطان وفرحة بنته وسبحان الله يعني كانت دعوت الوالدة دياله مستجابة ولبلوزان بوغطا في هادي استواق انه كان متأكد بلك دعوة أمه رهي مستجابة وكان على يقين انه وش دعات أمه دعوة بإذنه مستجابة والسر على هاد اليقين قصة خيالية كانت ولا ماشي خيالية وش نديو منها وش نستنتجو منها انه دعوة الوالدين ليس بينها وبين الله حجاب وقصة هاد التاجر لي بياسيخ كيلقا السنسلة تعابنت السلطان غناها اعطالوا مال وزاد مدلوا بنته وعرف بلي إنسان طايع الوالدين وانه التحدي اللي كان صحابه يعني اعطالهم درس يعني من درس الحياة انه ربي وعد اللي طاعوا الوالدين الوالدين عزازي أخواتي يعني نوصي كل واحد ونوصيكم مازال نزيد نوصيكم يعني كل واحدة فيكم عندها الوالدة ديالها مازالها حية يعني ترزق إنها طحة وتبرها تمدلها احنا قد ما قدرت تبوس وتعنق قد ما قدرت تحن قد ما قدرت تطيع قد ما قدرت بس كبهذا الشي راهي خدمة المستقبل بتاعتها للوالدين وبتاعتها للأم ديالها والبر ديالها الوالدين ديالها خدمة مستقبل جميل كسا سوا بوغال ولا بوغ سي زنفا ولا بوغ المستقبل تحا هذا وش نقدر نوصي وإن شاء الله القصة التالي يوم تكون عجبتكم وتكون فادتكم نتمنى نتمنى في غير موضفيتكم ونتمنى أنه كل واحدة بتدخل ريم زعفة ميمتها ولا كين اختلاف ما بينها وبين ميمتها أنها تطلب السماح وتبوس من الجبين وتبوس ليدين وتطلب الرضا وترضي وتخدم بسي كون سيكا ريتخدم بطاعتها الوالدة ديالها والوالدة ديالها ريتخدم مستقبل قتلكم يعني زاهر بإذن الله هذه هي ومقعد لغيقوا الأخواتاتي تصبحوا على خير ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته